السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة أكيد هنتكلم فيها عن النادي الأهلي هنرد فيها كالعادة عن كل الأكاذيب الدرديرية والغندورية ضد النادي الأهلي والإشاعات المغرضة ضد النادي الأهلي لكن في البداية زي ما تعودنا منكم دايما 3000 لايك أدهو إدود من رجالة النادي الأهلي عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن أولى فقراتنا تخيل عزيزي المشاهد المحترم الجميل الأهلاوي المحترم أن من يقود حملة تدعيم شيكابالا ودعم شيكابالا واحد من اللاعبين القدامى في نادي الزمالك واللاعبين السابقين في النادي الأبيض واحد من اللي رحلوا عن ناشئين النادي الأهلي في يوم من الأيام كان في ناشئ النادي الأهلي بالمناسبة قبل الانتقال إلى النادي البترولي ومنه إلى نادي الزمالك وحصل كل يعني إنجازاته في تاريخ كورة القدم هي بطولة كأس مصر فقط تخيل هذا الشخص المعتوب اللي بيرفع جزمة سودة في وش الجميع مساندة ودعما لشكبال طيب تعال نشوف الشخص دوت ونسأله كام سؤال فاكر الأهلي طردك من الناشئين ليه يا حرامي الشنط يا حرامي الشنط ده كان لعب يا جماعة في النادي الأهلي وكان فيه ناشئين النادي الأهلي اسمه أسامة بالمناسبة فاكر يا أسامة النادي الأهلي طردك ليه وانت في الناشئين ولا نفكر الناس نفكر الناس هذا اللاعب كان ناشئا في النادي الأهلي واتمسك وهو بيسرق شنط صحابه شنط اللاعبين صحابه في فريق النادي الأهلي وفي قطاع الناشئين في النادي الأهلي فعشان كده تم طرده من معسكر النادي الاهلي السؤال اللي هسأله دلوقتي لأسامة بس مش هينفع انا رد عليه لان دي حاجات يعني ماينفعش انا رد عليها فاكر يا أسامة انت اتردت ليه من نادي الزمالك؟ ها فاكر البنوتة الجميلة؟ فاكر الفندق؟ اعتقد كفاية كده فلما ترفع جزمة ما ترفعهاش في وش الاهلي ولا ترفعها في وش جماهير النادي الاهلي لان اصغر اصغر مشجع اهلاوي لو عمره سنة اعتقد هيبقى انضف منك اصغر مشجع اهلاوي جزمته هتبقى انضف منك فلو بتفكر انك تدعمش كبالا دعمه حقك لكن ما تدعموش برفع الجزمة في وش جماهير النادي الاهلي او برفع الجزمة في وش النادي الاهلي اعتقد ان ده تاريخك المشرف حرامي شنط وسخ بتاع نسوان مش هنكمل اكتر من كده طيب تعال نروح لنادي الزمالك واخبار نادي الزمالك لجنة نادي الزمالك اللي خلال ايام قليلة هيتم حسم مستقبلها في نادي الزمالك الكل يعلم القاسي والداني ان الوزير الدكتور اشرف صبحي في مباحثات ومناقشات مهمة مع المهندس شام حطب من اجل مستقبل الاندية المصرية والهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية بخصوص الانتخابات المفروض بعد اولمبياد توكيو تقام الانتخابات بداية من شهر اغسطس لشهر نوفمبر نادي الاهلي عنده انتخابات الزمالك المفروض عنده انتخابات تحدي الكرة ولكن هناك مباحثات ومناقشات في مدى قانونية ان احنا نأجل الانتخابات لمدة سنة بسبب موضوع كورونا والاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا نادي الزمالك من ضمن الاندية اللي فيها مشكلة وفيها ازمة محتاجين لهم مجلس منتخب عشان يقدر يدير نادي الزمالك الكلام على ان والله لو هنأجل الانتخابات سنة يبقى ناس الموجودة دلوقتي هنجيب ناس مكانها تدير ولكن الاقرب للزمالك ان الانتخابات تكون في شهر 8 او 9 على الاكثر فهنجيب لجنة قانونية ولجنة من نادي الزمالك تدير النادي لمدة شهرين 3 بالكتير علشان الانتخابات القادمة بالنسبة لي نادي الزمالك او يتم اعلان المد للجنة الحالية في نادي الزمالك تعالى نروح لعمر الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ورئيس المنظومة الاعلامية تعودت معاكم دايما ان لما برد على حد برد بحجة وبرهان ودليل ما بنردش كمشجع اهلاوي للرد وخلاص لا بنرد بالاقناع بالحجة الاخ عمر الدرديري بيقولك نادي الزمالك سكت بقاله عشرين سنة عن التنمر ضد شكبالة والعنصرية ضد شكبالة طيب انا النهاردة هزبط لعمر الدرديري وهزبط لكل جماهير وعشاق نادي الزمالك ان هل فعلا شكبالة يا جماعة كان يتعرض للعنصرية والتنمر طيلة حياته فاكرين كلكم شكبالة لما راح وقع للنادي الاهلي لما رجع من باوك اليوناني وراح وقع للنادي الاهلي والنادي الاهلي خلص خلص معاه وحصل اتصال من السيد ممدوح عباس بإدارة النادي الاهلي يا جماعة بعد اذنكوا ابعتوا لنا العقود بتاعت شكبالة لان الولد هيجدد معنا اه هيعلم تعاقد معنا والولد يعني محرج منكم يعني من اخلاقكم والادب اللي انتوا لقاه في المباحثات والمفاوضات فبعد اذنكوا تبعتوا لنا العقود بتاعت شكبالة وقد كان النادي الاهلي قال لك خلص والله اللاعب مش عايز ييجي خلص بس عايز اوضح بس نقطة ايه اللي يخلي شكبالة يوقع للنادي الاهلي عن طيبة خاطر طالما شكبالة بيتعرض للتنمر والعنصرية كما يدعي السيد عمر الدرديري ماهو اذا كان اللي بيتكلم لمؤاخزة اهبل او عائل فضروري المستمع لازم يكون عائل ما سألتش نفسك يا درديري ليه شكبالة راح وقع بالرغم انه هو بيعاني من العنصرية والتنمر اذا في حاجة يا انت كداب يا شكبالة مصطول او مش عارف مصلحته بيروح يجدد لنادي بيتنمر عليه او بيوقع لنادي يتنمر عليه وبيتعنصر عليه يا اما انت بتدعي كذبا حاجات مش موجودة كابتن خالد الغندور اللي بيطالب حبس جمهور الاهلي اللي كان موجود في مباراة القمة لانهم تنمروا وتعنصروا ضد شيكبالة قالك الاقاف يعيني بتوع اتحاد الكورة ما عارفوش يجو على بتوع الاهلي فجمعة الغلبان اللي متنمر عليه واللي ضده العنصرية وما قدروش يعملوا حاجة مع جمهور النادي الاهلي ورد الدرديري قاله بالرغم انه هما مكتوب اسميهم بدعوات خاصة في قائمة النادي الاهلي وده يعني اتخيل انت عزيز المشاهد الاهلاو المحترم لما تبقى انت بتقول تصريح وترجع في نفس الحلقة تقول تصريح يكذب التصريح الاولاني عمر الدرديري ونادي الزمالك ومسؤول الزمالك وخالد الغندور يدعونا ان هناك عدد كبير من جمهور الاهلي دخلت مباراة القمة بدون حسيب او رقيب يرجع عمر الدرديري في نفس الحلقة يقولك اللي شتم تشيكبالة اسماءهم موجودة في قائمة الدعوات من نادي الاهلي طيب قائمة الدعوات يا سادة يا محترمين هم 25 اسم اتبعتوا لاتحاد الكور نادي الزمالك ومسؤول الزمالك بما فيهم الدرديري والغندور والناس دول بيقولك دخل اكتر من 500 شخص طيب يا درديري في ايه انت بتتداعي بتتداعي ان الاهلي دخل اكتر من 500 شخص وفي ايه بترجع تقول اللي شتم من ضمن الدعوات مع ان الملعب كله مفهومش غير بتوع الدعوات هنا والدعوات هنا 25 هنا و25 هنا الاعداد اللي حضرتك شايفهم زيادة في الملعب دول صحفيين ايا كان بقى انت مقاهم زمالكاوي اهلاودي مش بتاعتنا لكنهم صحفيين ولا دخلين على حساب الاهلي ولا دخلين على حساب الزمالك اي صحف يا جماعة اي حد تبع وسيلة اعلامية سواء كانت مرئية او مسموعة او ورقية معاك اي دي بتخش بيه غزب عن اي حد ما بتخشش لا اسمك اهلي ولا اسمك زمالك بتخش تبع الوسيلة بتاعتك او الصحيفة بتاعتك او المجلة بتاعتك فده تصريح بيرد بيكذب نفسه بنفسه في نفس الحلقة في نفس الحلقة في حين ان احنا قلنا في الفيديو بتاعنا في قناة كورا سبورت ان الامن كمان الامن كمان فيه واقع حدثة يوم مباراة القمة بتؤكد كذب ادعاءات نادي الزمالك ايه الواقع اللي حصلت قبل المباراة بساعة او ساعة ونص تقريبا ومع دخول اوتوبيس نادي الزمالك طبعا اعلنة القيمة وتم استبعاد محمد عبد السلام معه لعب تاني مش فاكر حاجة خيري حاجة بخيط لعب من الشباب من نادي الزمالك الاتنين لعيبة دول دخلين استاد القاهرة طبعا اسمقهم مش في قائمة الدعوات بتاعت الزمالك ولا قائمة الدعوات الاقي لا في ال25 هنا ولا ال25 هنا ولا معهم الايدي بتاع الصحفيين فأمن استاد القاهرة قالك لا شكرا تعالوا انت رحين فين يا حبيبي هي بوابة من غير بواب ولا انتوا دخلين فين بالضبط تعال يا حبيبي تعال يا باب انت التابع مين يا باب قال له تبعي الزمالك يا أونك زمالك مين يا ابني انت اسمك مش موجود عندنا حبيبي بطاقتك فين بطاقتك فين انا لعب في الزمالك لا يا بابا لعب في الزمالك دي هناك مش هنا المهم اتصالات مش عارف ايه بالمستشار عماد عبدالعزيز الحقن احنا وقفين على البوابة والامن مش عايز يدخلنا ده معنى ايه ده بيوصل لك ايه عزيز المشاهد المحترم ان مش كل من هب ودب كان بيخش الاستاد ممنوع منعا باتا ان حد يخش الاستاد معادة خمسة اوتوبيس الاهلي اوتوبيس الزمالك اعضاء الاهلي بقائمة الدعوات اعضاء مجلس ادارة الزمالك بقائمة الدعوات رقم خمسة الصحفيين اللي بيخشوا بالايديهات غير كده ممنوع منعا باتا وطبعا بطاقة الشركة الرعية ممنوع منعا باتا دخول اي شخص يخش جوه استاد القاهرة فده بيكذب كافة الادعاءات البيضاء في موضوع الجماهير الزيادة ادار ديري قالك اقافات نادي الزمالك بتحصل بدون اي تحقيقات والفيديوهات مصدقة لدى اتحاد الكورة بدون اي تحقيقات عايز ارد ووضح مقطة مهمة محام نادي الزمالك الاستاذ ناصر عزام له مني كامل احترامه التقدير بداية وبتحدى الاستاذ ناصر عزام اللي في كل ايقاف للعيب نادي الزمالك يطلع يقولك لا يجوز ايقاف اي لاعب بدون تحقيق لا يجوز ايقاف اي لاعب بدون تحقيق انا بتحدى ناصر عزام انه يجيب لنا لايحة او قانون او بند طبع الاتحاد الدولي او الاتحاد المصري لكورة القدم يقول ان مفيش ايقاف بدون تحقيق انا بتحدى واتمنى ان الفيديو دوت يوصل لناصر عزام ويطلع يرد علينا ويقول لنا اللايحة فين اللي بتنص على ان لازم يكون فيه تحقيق عشان يكون فيه ايقاف واحد هيقول لي طيب اشمعنا سيد عبدالحفيز اتحقق معي هقولك ليه يتحقق مع سيد عبدالحفيز وليه ما تحققش مع شيكبالا ومع امام عشور سيد عبدالحفيز لانه التصريح بتاعه طلع على موقع وما تشافش بالفيديو مسؤول اتحاد الكورة ما شافوش الفيديو مش وراء التصريح بتاع في الجول المحرف واللي طلع بعد كده في الجول نفسهم اعتذروا وقالوا التصريح تم فبركته او تحريفه اما شيكبالا وامام عشور ده بالفيديو يا جماعة تخيل كده لما جاني اطلع كده فيديو وقولك يا جماهيري يا ولادي هو انت محتاج تحقق انت تاخد الفيديو وتروح تعمل فيها محضر على طول على طول لما مش محتاجة تحقيق ده انا طلالك بشحمي ولحمي زي ما بيقولوا وبقولك باشتم في جماهير الاهلي او باشتم في جماهير الزمالك او باشتم في رموز الاهلي كامام عشور وباشتم وبتجاوز بالفيديو والفيديو واضح وصريح مش محتاج تحقيق هو انا هجيبك وقولك تعال يا امام تعال يا حبيبي شايف الشتام اللي في الفيديوهات دي يا امام انت ده يا بابا يبص كده يقولك لا مش انا ده واحد توقامي مثلا او يخلق مش شبه اربعين احنا مش شربين مياه ببليلة ولا مكترين ببليلة يعني طيب شيكبالا انت في المطش يا حبيبي شاورت على الجزمة ماذا كنت تقصد باشارتك للجزمة يا شيكبالا هل كنت تقصد انك تسجل كنت عايز تسجل بالجزمة الشمال ام كنت تقصد بتغيير الحزاء الشمال ام كنت تقصد بان الجزمة الشمال عايزة تتورنش ما هو واضحة وصريحة الحاجات اللي بتبقى واضحة مش محتاجة تحقيق تحقيق ايه احنا نتحك على بعض هنتحك على بعض يا درديري طيب تعالا نروح للدلدول بقى الدلدول انتو عارفين الدلدول الاول بليا الدلدول بس في حاجات ما ينفعش اقولها على اسمه الحقيقي عشان الرقابة يعني فبليا الدلدول قال لك يبقى بليا الدلدول اللي هيجي يوم في الايام من الايام مصر هتولع بسبب هذا الشخص القذر وانا بحذر اهو ومش عارف المجلس الاعلى للإعلام سايبه ازاي مع اصارته للفتن يعني هو عمال يعمل فتنة بين الاهل والزمالك فتنة بين الاهل والزمالك النهاردة في موضوع شيكابالا دخل النوبة واسوان في الموضوع قال لك فيه محاميين من اسوان والنوبة جاهزين يدفعوا عن حقوق شيكابالا ضد جمهير النادي الاعلي والعنصرية والتنمر يان هاري سويد للدرجة دي احنا هنقسم مصر اهل وزمالك واسوان ونوبة اتمنى الفيديو موجود على قناة النادي الابيض اتمنى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يكونوا فطروا وعيدوا وكلوا الكحك والبسكويت والبيتيفور وما يكونش كتم على نفسهم ويبصوا يشوفوا اللي بيقولوا ادلدول على القناة الراجل طلع من نطاق اهل وزمالك بقى بنقسم مصر بتوعي النوبة واسوان اللي الاهلوية بيتنمروا عليهم وبيتطريق عليهم بالرغم ان اهلنا في اسوان نسبة كبيرة منهم تتخطس ستين سبعين في المية اهلوية اهلنا في النوبة نسبة كبيرة منهم تتخطس ستين سبعين في المية اهلوية ومع هذا بتجد دلدولة الاعلام اللي ما كانش فيه غير مرتضى منصور اللي بيديله بالجزم على دماغه ودماغ ابوه لانه طلع قبل كده شتم وشتم ابوه قاعد زي الكلب ما فتحش بقه النهاردة لازم يتشد قالك فيه قضية دولية اه الزمالك عيسانة شيكابالا وده اهم موهبة في تاريخ مصر كلها معرفش الدرديري جابها منين اهم موهبة ولكن من وجهة نظره خلص من حقك تقول شيكابالا احسن لاعب جيف تاريخ العالم كله حقك دي وجهة نظرك ده رأي مقدرش احجر عليه حقك لكن بالارقام وتيجي تقول لي مثلا ان الزمالك الاكثر حصوله على البطولات اقولك لأ تعالى نتكلم بالارقام الحقيق حاجة والاراق دي حاجة تانية لو انت شايفش شيكابالا اعظم من لمس كورة قدم في التاريخ حقك وماليش ان انا احجر على رأيك ده في الاول وفي الاخر رأيي قالك قدمنا تظلم لشيكا وفي موضوع الاقاف مبارتين وده كد واتحد الدرديري ان يكون الزمالك قدم تظلم في شيكابالا ليه ليه لان اللايحة بتاعت الاتحاد المصري واضحة وصريحة مفيش تظلم في عقوبة اقل من اربع مطشاط شيكابالا لو كان تم اقافه اربع مطشاط كنت هقول لك ايوة من حق الزمالك يعمل تظلم ضد عقوبة شيكابالا ينزلوها مباراة ينزلوها اتنين ينشلوها خالص براحتهم لكن ما ان العقوبة مطشن يبقى اذا اي حد اتحدى اي حد يطلع يقول في الاعلام او يشتغل جماهير النادي الابيض ان في تظلم اتقدم في عقوبة شيكابالا لن يتم ولم يتم تقديم تظلم لان عقوبة شيكابالا مباراتين وفي اللايحة مفيش تظلم في العقوبات بتاعة المباراتين او حتى التلات مباراة خلصت اخبارنا خلصت حكايتنا هستنى كل اراءكم وتعليقاتكم شكرا جنيكم السلام عليكم